مساءكم مبارك بالتأكيد البابا سيزور إقليم كردستان خلال زيارته إلى المنطقة وإلى العراق وزيارته لهذا الإقليم لها مدلولات تاريخية فهذه أول زيارة في تاريخ الكنيسة أنه البابا يزور المنطقة وبالتالي أيضا يزور أربيل أربيل هي المحط المهم في هذه الزيارة السبب أن هناك دائما كما هو معروف في الزيارات الباباوية هناك ما يسمى أيضا بقداس الختام أو قداس الذي يجتمع فيه الناس عادة في الساحات والأماكن المفتوحة الواسعة سيكون هذا القداس أثناء برنامج زيارة البابا إلى العراق سيكون في إقليم كردستان وسيكون بالتحديد في أربيل في ملعب فرنسو حريري بالتأكيد اللقاءات البابا وبرنامج البابا كل لقاءاته بسبب كوفيد-19 هي محدودة بالأشخاص الذين سيلتقون به عادة الباباوات عندما يزورون البلدان يحاولون قدر المسطاع أن يلتقوا بأكثر عدد ممكن من الناس ولكن هذه المرة سيكون اللقاء حقيقة محدود في المناطق الأخرى ولكن لكون هناك عدة جوانب ساعدة أولا في أربيل الملعب الذي يسع لثلاثين ألف متفرج سيحضر فيه فقط عشرة ألاف للحفاظ على المساحة والتباعد الاجتماعي أكيد مع التوصية بلبس الكمامات وإلى آخره البابا الذي أسمى نفسه أنه بابا المعوزين والفقراء قبل زيارته إلى المنطقة ها هو سيلتقي بها أولاء في إقليم كردستان سيأتي الكثير من المسيحين من جميع مناطق الإقليم هناك مقاعد محددة للجميع ستكون هذه المقاعد هي بالتأكيد مجال للقاء البابا في الملعب في المكان المفتوح البابا لقاءه هو مهم لكي يتطلع إلى صورة إقليم كردستان وإلى صورة الحضور المسيحي في هذا الإقليم الإيجابية منذ 2003 إلى الآن بالتأكيد كما ذكرت حضرتك منذ 2003 كان هناك الكثير من الإشكالات التي عانى منها المسيحيون في هذا البلد ولكن الحمد لله كان هناك ملاذ آمن في هذه المنطقة منطقة إقليم كردستان وكان هذا الملاذ جيد لكي يجتمع فيه عدد جيد من المسيح الذين هاجروا من مناطقهم في الجنوب وبغداد والموصل بالنسبة للتنظيم والترتيب هناك مستوى عالي من قبل حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع جميع الجهات الكنسية لإنجاح هذه الزيارة وهما لهم البصمة الإيجابية في هذا الإنجاح على ما أعتقد بالتأكيد دائما رسالة الكنيسة ورسالة البابا هي رسالة المحبة والسلام والاتفاق وقبول الآخر وهذا ما ينقص منطقتنا في هذه الفترة سيكون للبابا خطابات مع لقاءاته الرسمية بالتأكيد سيلتقي مع السيد رئيس الإقليم ومع السيد رئيس الوزراء وأيضا سيكون للبابا كرازة وموعظة خلال القداس في ملعب فرنسو حريري وبهذه الموعظة دائما الموعظة التي هي ختام زيارته لجميع أنحاء المنطقة سيكون له بالتأكيد رسالة للمسيحيين وأيضا لجميع أبناء البلد وأبناء الأقليم نتمنى ذلك فهو عادة بابا المفاجآت بالحقيقة وهو يحب كما أخبر في زيارة السيد مسرور العام الماضي هو لما رأى صور البشمرقة وهي تحرر بعض المناطق المسيحيين فهو نظر إلى هذا الموضوع بإيجابية جدا فهو قريب من كل الشعوب في العالم وهو بالتأكيد خص أربيل بهذه الحدث الأكبر للزيارة اللي هو قداس خص أربيل بهذا الحدث الأكبر وبالتالي هو يعلم كم أن شعب إقليم كردستان هو محب ويتعايش بسلمية نتمنى أن يكون له كلمات باللغة الكردية حسب ما أعرف حسب الجدول الموجود الذي اليوم كان هو قد أعلن عنه من الفاتيكان سيلتقي بالسيد مسرور البارزاني وأيضا بالسيد نيجيرفان البارزاني حيث سيكونون أيضا في استقباله في المطار وأيضا سيلتقي ببعض الشخصيات المهمة هنا وإلى ذلك أيضا سيلتقي ببعض الشخصيات الدينية الموجودة في الإقليم الذي أيضا ستكون في استقباله بالإضافة إلى ذلك هو سيكون هناك أيضا لربما حضور لبعض الدبلوماسيين للدول الأخرى خاصة في ملعب فرنسو حريري حسب بالتأكيد البابا عندما يزور أي دولة يلتقي بكل رؤساء الدينيين سيكون له لقاء أيضا مع رؤساء الدينيين في بغداد عند وصوله هناك سيكون هناك لقاء مع جميع الرؤساء والطوائف الدينية الموجودة هناك على ما أعتقد في الناصرية حسب الجدول المعت وهنا أيضا عند الاستقبال سيكون بالتأكيد في استقباله رجال دين من جميع الطوائف على ما أعتقد نعم ستكون في هولير هذه المراسيم لأن البابا هو قريب من الشعب يحاول أن يلتقي بقدرة المستطاع بأكثر عدد ممكن من الناس الذين يحبونه وبالتالي مبدئيا هناك ستكون هذه السيارة موجودة سيحيي البابا الناس من خلال هذه السيارة سيحيي الفقراء سيحيي الذوي الاحتياجات الخاصة وسيحيي الأطفال وسيحيي أيضا الشباب وكل الذين سيكونون لربما على طرفي الشارع بانتظاره بالحقيقة هذه الأرض مهمة جدا للكنيسة حيث في التاريخ منها انطلقت المسيحية إلى كل مناطق العالم خاصة منطقة حدياب أربائلو التي منها كان لدينا حسب تقليدنا منها تنطلق المسيحية نحو التبشير إلى مناطق كثيرة في القرن الأول ميلادي فزيارة البابا إلى هذه المنطقة هي مهمة جدا لوجود أقدم مجموعة مسيحية بالعالم والذين هم مسيحي إقليم كردستان والعراق لذلك وجود البابا هو لتشجيع وتعم لارتباط هؤلاء الموجودين المؤمنين المسيحيين بأرضهم بتاريخهم بوجودهم وأيضا بحضارتهم التي تعطي الحياة نعم الماضي هو كان فيه الكثير من الأمور والإشكالات التي كانت أيضا متعبة للمسيحين الموجودين في العراق لكن اليوم بالحقيقة نحن ننظر إلى هذه الزيارة أن تكون دعم للبقية الباقية منهم أن تعطيهم الأمل أن تعطيهم القوة لكي يستمروا في هذه الأرض ويقدموا ما لديهم من ثقافة وحضارة وخدمة للإقليم والعراق فهذه الزيارة هي دعم كامل اليوم يأتي إلى هؤلاء المعذبين الذين تعبوا حقيقة مما حدث خلال السنوات الماضية خاصة ما بعد 2003 وأيضا ما بعد 2010 عندما حدث حادث سيدة النجاة في بغداد كنيسة سيدة النجاة وأيضا بعد 2014 الهجوم قوات داعش الإرهابية إلى مناطقهم وإفراغها من المسيحيين في مدنهم وقراهم في سهلنينة ومدينة الموصل كل هذا كان بالحقيقة أحداث كانت أحداث سلبية سيئة ومتطرفة أخرجت الكثير من المسيحيين من هذا البلد أما اليوم فرسالة البابا ورسالة الكنيسة هي قريبة ليس فقط من المسيحيين ومن كل الأقليات والمكونات وكل الذين تعذبوا بسبب الحروب التي كانت موجودة ولربما ما زالت ولكن اليوم نتطلع بأمل وفرح أن يكون لهذه السيارة بركة خاصة يكون فيها سلام ومحبة بالحقيقة حسب البرنامج المعاد بالتأكيد لدواعي أمني ليست هناك كل التفاصيل ولكن على ما يبدو أنه سيغادر صباحا لا أعلم الساعة بالضبط زور السباس